السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف نصمم مثل هذه الصورة بالضبط تقريبا بنسبة 95% من خلال برنامج المشهور تبع برامج Microsoft Office طبعا هذا البرنامج أغلب الناس يعرفون بربوينت هذا اسمه هنا طبعا أول شي نقوم ناخذ الصورة اللي نبغى نصمم عليها طبعا هو يعني يصمم بشكل مقارب يعني مو مفتوح المصدر يعني مثل فيتو شوب أو شيء زي كذا لكن تقدر من خلالها انك تصمم وتحفظه كصورة حنا نبنصمم هذا نحفظه كصورة أول شي نختار الحجم اللي نبغاه طبعا أسحبنا الصورة حطيناها تمام الآن نبدأ بالتصميم بسم الله طيب نحط إدراج نص هنا تمام نكتب مثلا يسر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مثلا إلى آخره الإرشاد نحن نكبر نص طيب بعدين نكتب إلى آخره نحن أنه بصير مختصر بالشرح تمام بعدين نجيب هذا ونحطه بشكل نفس هذا بشكل مقارب يعني كبره تمام ونسوي اللون نفس اللون هذا بالضبط تمام وأيضا الخط الخط المربع نبغاه بنفس اللون من خلال قطاره شبه هذا فيه شي اسمه قطاره تبغاه باللون هذا أو باللون هذا اللي هو اللي تبغاه يعني نبغاه أيضا باللون هذا تمام بعدين نعملها نسخة ثانية بشكل هذا ونخليه باللون الأبيض طبعا كنترول نضغط كنترول نضغط كنترول ونسحب تمام أطيني نسخة ثانية بعدين نحط القطاره اللون هذا تمام الثانية الثانية قطاره بدين نبغاه مثلا عريض شوي نعرض الخط وهنا برضه نعرض الخط نخلي الخط باللون هذا تمام بعدين الآن وش نسوي نكتب هنا المحاضرة الأولى اللي هو نفس هذا نكتب هنا المحاضرة المحاضرة الأولى تمام نكبرها نحدد على النص كله كامل بدين من خلال هذه النافذة نحط القطاره على نفس اللون هذا أو اللون الأبيض اللي هو خلنا نحط لونه أبيض أفضل تمام نغير لون الخط ولا نخلي على الخط بس أنا بوريكم بشكل مختصر وسريع كيف نحن نقدر نصمم مثل هذه طبعا نحط دراج ثم مربع تمام نحط مربع هنا بشكل هذا التعبئة نبغاه نفس اللون هذا التعبئة برضو تعبئة النص بدون خط تمام نكبر علشان ناخذ المقاسات مضبوطة نكبر بعد زود طبعا تكبير من هنا أو control اللي هو حق الفارة اللي التكبير والتصغير اللي هو اللي ما تش اسمونها اللي هو اللي هو المهم نكبرها شوي تمام بعدين نعبي أو نحط دراج خط من هنا تحرير النص تمام نكتب مثلا فضل نغير الخط خط النص خليه اللون الاسود فضل الاستغفار استغفار مثلا على سبيل مثال نكبره تمام الحين أو شو نسوي اصبر ايه الحين نسوي مربع ثاني برضو نسوي مربع ثاني طبعا نختار اللون بشكل هذا تمام نكتب هنا لفضي لفا لفا ضيلة الشيخ بعدين نحدد نختار اللون الأبيض اللون الأبيض لا من عليه من هنا نختار النص لونه أبيض تمام نكبر شوي تمام بده ترحين شوي يعني تقدر تغير الخط لكن أنا بس أشرحة بس أبعلمكم خلال هذا المقطع انكم تقدرون تصممون صور يعني ممتازة يعني مقبولة من خلال برنامج البوربوينت طيب الآن نقوم ماش نسوي نسخة ثانية بعدين نحطه باللون الأبيض المربع خلال القطارة اللون الأبيض ولكن هذا باللون الأخضر كما هذا ها شاهدت شنون اللي هو الشيخ اسم الشيخ مثلا عفوا من هنا أها لفضيلة الشيخ أو مثلا نكتب هنا عبد الله بن محمد الجابري مثلا نصغر الخط شوي تمام بعدين نعمل هنا نسخل هذه بالشكل هذا نكتب هنا التاريخ مثلا نصغر الخط تمام نحط هنا نحط هنا ننسخ هذه طبعا كنترول ونسحبها تعملنا نسخة كنترول ونسحبها مثلا هنا نكتب 1444 شهر ثمانية تاريخ 15 مثلا على سبيل المثال بعدين نعمل هذه نسخة هنا نكتب رقم الفسح رقم الفسح تمام بعدين هنا نحط هذه ولكن طلعتنا بالشكل هذا تلاحظون نعدل عليه من خلال من هنا عند هذا بعدين نقول بلا تابعة تمام ونكتب مثلا رقم الفسح أي رقم مثلا معين تمام خلصنا أول وحدة تقريبا مشابهة لهذه تمام نقوم أيش ننسخها ننسخ هذه تمام نعطيها كنترول نضغط كنترول مطولا ثم نسحبها كنترول على اللي هو كيبورد مثلا هنا نكتب المحاضرة الثانية هذه مثلا فضل الصلاة مثلا الفهد عائل عبدالله بن محمد الفهد إلى آخر التاريخ وكذا تمام بس نغير اللون اللي شنون نغير اللون على حبة حبة من هنا تمام تغير تغير الشكل تمام هذه الأولى وأيضا برضو الإطار أبغى تغير على نفس الشكل هذا تمام وأبغى يتغير هذا برضو نفس اللون اللي هو هنا نفس الإطار ولا بدون الإطار ماليش وهنا برضو نفس اللون اللي هنا ماليش قطارة نفس اللون هذا و برضو هذه نفس اللون هذا وهنا هذا الخط نفس اللون هذا تمام خلصنا الثانية الآن نقوم ننسخهم نحدد عليهم كلهم بشكل هذا بعدين كنترول أو نسخ لصق لكن فضل كنترول عشان تقدر تسحبهم وتسوي عليهم يعني الآن انتهينا تقريبا من اللي تحت الجزء الخلفي يعني شي صعب الآن الجزء الفوق اللي هنا تمام جدا سهل نسوي مربع كبير بالشكل هذا تمام ونختار تعبية الشكل القطارة على نفس اللون هذا وبرضو نسوي بدون إطار مثلا على سبيل مثال وبرضو نسوي هذه يعني كنترول أنا سويت نسخ لها تمام نسويها باللون هذا اللي هو اللي فوق وين تنسيق الشكل بعدين قطارة بالشكل هذا شفت الشرون الآن نجيب الشعار شعار ومزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هنا أنا جبتها من الإنترنت نقوم بنضيفها هذا هو الشعار ونضيف شعار الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية طيب كيف أغير شوفوا اللون هنا أبيض وهنا يعني رصاصي نروح لتحسين نحط على على شيء مثلا بعدين اللون نختار اللون اللي نسبنا نبغى لون مرة يعني يكون واضح أيوة هذا هو هذا كويس تمام الآن كل ما علينا هو وضع الأشياء كما في الصورة تمام وهنا تمام وهنا هذا هنا الشعار وهذا شعار الرؤية الوطنية هنا ونكتب نص نكتب هنا مثلا فرع الوزارة بنجران مثلا على سبيل مثال كبره نخليه باللون الأبيض نحط غامق تمام شفت الشلون الآن لما أسحب هذه طلعت تقريبا مشابهة تقريبا يعني تقريبا مشابهة للصورة هذه فالخلاصة أننا نقدر نحن نسوي يعني صورة طيب الآن أهم شيء طبعا هذه هنا الشؤون أهم شيء الخلفية كيف أجيب الخلفية يأني مثلا أسوي خلفية بيضة أو سودة أو إلى آخره من هنا مثلا نحطها بالشكل هذا تمام بعدين نروح نقول اجعلها الخلفية نختار لونها أبيض مثلا بالشكل هذا أو أنا عندي خلفية يعني عندنا هنا موجودة أبسحبها أكبرها شوي فيها نقش كما تلاحظون شوفوا النقش اللي فيها نكبرها تمام بعدين نقول نفس الطريقة الماضية نقل إلى الخلفية تمام الآن أهم خطوة أهم خطوة كيف أني أحفظ هذه إلى صورة طبعا هذه خلاص نحذفها ما تلزمنا نضغط كنترول شين تمام أو نحدد عليهم بالشكل هذا اللي تبي كنترول شين أو نحدد عليهم بعدين نحط حفظ كصورة تمام يقول وين تبي تحفظها وعلى أي صيغة تريدك تحفظها جي اي اف جي بي جي بي ان جي إلى آخر أنا أختاره أفضل شيء بي ان جي تقريبا يعني أو هذه اللي تابعونا لكن الأفضل بي ان جي الأفضل طيب نختارها مثلا نحطها على مجلد ستة نحط حفظ طبعا تختار تقدر تختار الاسم اللي أنت بدك تحفظه فيه الآن نشوفه نفتحها الصورة كما تلاحظون صورتنا او الصورة اللي قمنا بتصميمها انحفظت بالشكل هذا اتمنى ان المقطع يكون واضح بالنسبة لكم اتمنى اني قدرت اني افيدكم طبعا هذا البرنامج او البرنامج بوربوينت مش مفتوح يعني ما تقدر انك تصمم بشكل كبير يعني لكن مشابه فبس هذا نهاية المقطع طبعا تكرار مثل ما قلنا اذا انا ابغى اكرر هذا النص اقدر اكرره بالشكل هذا اضغط على control وكرره على اي شيء اي مرة ابغى تمام والقطارة من هنا مثل ما قلنا قطارة هذه قطارة نقدر نغير الالوان تمام نقدر نغير الالوان حسب ما نبغى تمام طبعا نحط حفظ الملف هذا وفي شيء ثاني بعد برضه ابغى اشرحه تروح تنسيق الشكل اول شي تضغط على الشكل اللي انت تبغاه تمام بعدين تروح تنسيق الشكل بعدين تروح تحرير الشكل تقدر تتحكم بالاشياء اللي هو بالاشكال اللي نحن نحطها تقدر تتحكم فيها وتحطها زي ما تبغى تمام يعني مثلا انا عندي الحين راح احط مثلث هنا مثلا على سبيه مثال طبعا هذا بحث فما عليش عشان يكون الشرح واضح طبعا كبرة من هنا شوفوا شنون تنسيق الشكل تحرير الشكل تحرير شوفوا اقدر اني اتعنا اتحكم فيه على حسب ما ابغى هذه ميزة حلوة مرة مرة في برنامج البوربينت شوفوا شنون حولنا المثلث الى شكل حر وايضا تقدر انك انت ترسم على حسب اللي انت تبغاه شوفوا شنون على حسب اللي تبغاه تشكل لك من خلال ادراج ادراج فيه عندك هذا منحنة هذا شوف شنون منحنة لدينا يكبرة شوي اقدر اصبروا خلينا بكبرة شفت شنون منحنة من هنا بالشكل هذا هذا الزاوية اقدر احط اللي انا ابغى تمام؟ شفت شنون الشكل هذا والشكل هذا ادراج هنا اشكال منحنة شفت شنون نقدر نسوي اي شي حنا نبغى شفت شنون الشكل هذا اتمنى ان يكون المقطع حاز على رضاكم وشكرا لكم على المشاهدة و لا تنسون الباقيات الصالحات سبحان الله الحمد لله الله اكبر لا اله الا الله سبحانك اللهم بحمدك نستغفرك و نتوب اليك لا اله الا انت و شكرا لكم